أخبرنا بوسي ماني النهاردة عمل لابتك ويسا بعد ما اطش فاركه راح لحسام حسن ومزح معايا وهزر معايا يعني قال له أهدافك جاية واجتهت أكتر قال لحسين الشحات شوف لما ركزت قدام المرمى سجلت على طول طيب أنا بس عايز أقول حاجة في النقطة دي حسين من أكتر لعيبة اللي أنا بحبها ومن أكتر لعيبة اللي أنا مكتنع بيها ومن أكتر لعيبة اللي هي مفوت تدي أكتر مفيش خلاف على ده بس حتى التصريب اللي شاتها النهاردة كان محمد صبح رايح ياخدها بس اللعب يحولها للجون في مرمى يعني حتى الشتا ما كانتش بتركيز عظيم بس أهو توفيق ربنا اللي يخليها اكتاهد الفترة اللي جاية يخليها اكتاهد أكتر الفترة اللي جاية موسيماني قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة خضنا آخر مباراة في الدوري أمام مصر مقصب بنفس الطريقة اللي عملنا بيها مواجهة اليوم قدام فاركن جحنا في تسجيل أربع أهداف قال إن الأمر يخلينا نعتذر عن الخسارة في المباراة الماضية أمام ساندونز لأن جمهور النادي الأهلي استحق دائما الفرحة وقال إنه قدام ساندونز حصلنا أو خضنا المباراة بطريقة مختلفة ولكن المشكلة الكبيرة اللي وجهتنا في المباراة دي إن احنا مقدرناش نسجل أهداف قال كمان إنه سعيد للغاية من لعبي فريق النادي الأهلي على الرغم من الحزن اللي كان انتابه بعد مباراة ساندونز وقرر تاني اعتذر الجميل النادي الأهلي على الخسارة في دولة أبطال أفراق موسيقى موسيقى موسيقى